النازلة المعوية دي طفل بيرجع وبيسهل طب بنيلا بالنازلة المعوية ليه لان الطفل معظم جسمه مية لو فقط سوائل يجيله جفاف بسرعة الطفل غير كبير يبقى معظم جسم الاطفال بيتكون من مية يبتلا يرجع ويسهل مرة اتنين تلاتة بص تلاقي الطفل بقى خملان كده ونايم وقاعد على الارض والطفل يقولك الام تقول مش مصحصح عين مش مصحصح دي مشكلة لانه ممكن يبقى مشاكل كتيرة مشاكل كتيرة اولها النازلة المعوية بيرجع وبيسهل بيفقت سوائل اهم حاجة في علاج اسف علشان اهم حاجة في علاج النازلات المعوية ان انا عوض السوائل اللي العيل ايه بيفقتها اجيب محلول الجفاف كده هو في حاجة اسمال هيدروسيف او اي محلول من المحلول الجفاف الهيدروسيف كويس ليه لان طعمه طعم البرطقان وفي نفس الوقت نص ملح يستحسن في المناطق الحر زي بتاعتنا كده هو ان احنا ما نستخدمش محلول الجفاف في تركيز ملح كامل او تركيز سوديام كامل نستخدم نص سوديام علشان ما يجلناش زيادة في السوديام في الجسم انا شخصيا باستخدم النص سوديام ده على طول بنجدهو بالباكو في 200 سنتي مية والمية تكون بردة شوية عشان الطفل يستطعمها ويه وديله معلقة معلقة الطفل اللي بيفقت بيجله نازلة معوية ولا حاجة ويفقت سوائل بيبقى ملهوف على المية تبس تلاقي تديله محلول الجفاف يبلبع المحلول يوم مرجعه يبقى انا ايه قليل دائم خير من كسير منقاطع معلقة معلقة اجيب الكباية كده وخليني صبورة انا يا فرحيت اديله مثلا نص الكباية ومرجحها يبقى انا ما كسبتش هاجة يبقى انا اديله معلقة معلقة كل دقيقة ونص دقيقة معلقة 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 دي كمية صغيرة ما يبقاش عنده فرصة انه هو يرجح قليل دائم خير من كسير منقاطع يديله معلقة معلقة اعوض له السوائل محلول الجفاف متكون فيه سوديام وفيه بوتاسيام وفيه جلوكوز الحاجات دي تصلح الأملاح بتاعت الجسم وتخلي الترجيع يقل وتخلي الإسهال يقل حتى لو فيه إسهال شوية طالما أنا بعوض له بالمحلول أهم حاجة أن الترجيع يقف لأن إيه لما بدي له محلول الجفاف السوديام والبوتاسيام والجلوكوز اللي موجود في محلول الجفاف بيهدي المعدة خالص ويخلي الترجيع يقل وبالإسهال بنعوض له بالمحلول ادي له على قد ما يقدر كيس اتنين تلاتة عشرة طول ما هو عشان هياخد اول ما هيرتوي الطفل ده هو عبطله السوائل اللي هو فقطه هيرفض محلول الجفاف يبقى مالوش جرعة جرعته يحددها الطفل ادي له لغاية لما يرتوي اول ما هيرتوي هيرفض محلول الجفاف يبقى انت ادي له طول ما هو عايز يدي له وزي ما اقولك بطريقة بسيطة ولطيفة وواحدة وواحدة ما تخبئيش مستعجلة عشان الطفل ياخد المحلول وما يرجعهوش